احتساب الأصوات تنتهي جلسة البرلمان وكأنها لم تبدأ وكأن فارق الوقت لم يسعف عرابي الصفقات على تمرير الوزارات المتبقية فمررت ثلاثة فقط اسمع مني الأياد مرفوعة ولمنطق رفع اليد الصوري هذا مشهد آخر خلف الأنظار بطاولة مستديرة يقتسم روادها وزارات ومناصب سيادية وترمى تحتها كل الأحاديث عن حكومة كفاءات مرتقبة ومزاعم عن تكنقراط والمشهد الداكن لاقتسام الغنائم السياسية يكشفه أعضاء في البرلمان نفسه فيقول النائب فالح العيساوي إن الوزراء الثلاثة مرر من خلال توافقات الكتل لذا اختفت الخصومة السياسية مقابل الحصول على المناصب الوزارية فإتلاف دولة القانون طلب من تحالف سائرون تمرير قصي السهل مقابل عدم تمرير المرشحة لحقيبة وزارة التربية لافتا إلى أن صفقات تمرير الوزراء ألغت التحالفات ونسفت ما سماه المشروع الوطنية لكن آلية تمرير وزارة المقابلة أخرى عجزت عن تمرير مرشحي الدفاع والتربية والداخلية والهجرة ووزارة العدل فاصرعوا عليها ما زال محتدما خصوصا وأن الوزارات التي صوت عليها لم يكن عليها خلاف أكس البقية بحسب النائب عباس الزاملي الذي أشار إلى أن الجلسة المقبلة لن تشهد التصويت على الوزارات الأمنية إلا إذا طرحت أسماء غير الجربة وفالح الفياضة الأمر مع وزارة التربية طغى فيه الشجار والمشادات فقال النائب أحمد الجبوري أن التصويت على مرشحة وزارة التربية عرقل رغم اكتمال النصاب وباتت برفضها محافظة نينوى دون تمثيل وزاري فيما أكد نواب آخرون عزمهم على تقديم طعن بالوزراء كون النصاب لم يكن مكتملاً النائب عن تحالف الإصلاح علي العبودي بدوره اعتبر أن عبد المهدي يحتاج لأن يكون أكثر مسؤولية لإيجاد الحلول مؤكداً أن حصول النواب على السيارة الذاتية للمرشحين قبل ساعات من التصويت أمر غير منطقي ترى ما المنطقي في كل ما يشري في العراق